من ميناء الصيد البحري بولاية قريات أطلق مجلس البحث العلمي مصباراً مائياً لرصد وتتبع حركة المياه الجوفية وتصريفها تحت سطح البحر في حدث يعتبر الأول من نوعه في المنطقة تجربة تشغيل المصبار المائي يتم تنفيذها بالتعاون مع مؤسسة الأبحاث الألمانية هالم هولتز وتعتمد على جهاز يميزه النطاق الواسع من الاستخدامات منها تلك المتعلقة بالدراسات البيئية وجمع البيانات حول المعطيات الطبيعية البحرية والأرصاد وعلوم المحيطات ودراسة الظواهر البحرية كالمد الأحمر والدراسات المتعلقة بحركات الصفائح ورصد الزلازل وتلك المتعلقة بالمسوحات الكمية للأسماك وعمليات التلوث البحري كما أن للمسبار المائي تطبيقات واسعة أخرى تتعلق بعمليات الأمن والاتصالات وأمن الممتلكات وسلامة الملاحة البحرية على مستويات أعلى في استخدامات التكنولوجيا الحديثة لتعزيز الأمن المائي تسعى السلطنة من خلال تجربة التشغيل هذه إلى إيجاد مصادر غير تقليدية للمياه والسعي نحو دراستها وتقييم إمكانية استغلالها لسد الاحتياجات المائية المتزايدة سواء للاستخدام المنزلي والزراعي أو غيرها من الاستخدامات الأخرى انتصار بنت حبيب الشبلية محافظة مسقط